تاني ملحوظة إنكم لازم تسأله على إن الطفل نام في الحضانة ولا لا مش بس تسأله يعني هم بيبعثوا تقاريره وكده لإنه نوم الطفل شوية في الحضانة لما ينام اللي هي فترة القيلولة اللي هي نوم الظهيرة يعني نوم الطفل في الحضانة علامة مهمة جدا على إحساسه أو بداية إحساسه بالأمان هناك فدي نقطة مهمة خلاص يعني لازم تشجعوه يعني تشجعوه عليها وتشجعوه الحضانة إنهم يشجعوه عليها يعني تطلبوا من الحضانة تقولولهم هو متعود ينام مثلا من الساعة 12 الظهر كده ولا حاجة بيبدأ عايز ينام نص ساعة عايز ينام ساعة 12 واحدة فارجوكوا حاولوا معاه في الفترة دي انه هو ينام وتقولوا للطفل لو عايز تنام نام خلاص وهما بيطلبوا حتى الحضانات الكويسة بيطلبوا بيطلبوا مثلا كوفيرتا بيطلبوا بطانية الحاجات دي كلها خلاص نوم الطفل في الحضانة بداية بقى انه يبتدي ينام في الحضانة ده مؤشر على بداية إحساسه بالأمان ده دي نقطة مهمة وكمان النوم شوية اللي بينامهم في الحضانة دول بيفدوا قوي لما يرجع لما بيرجع البيت باب ما بيبقاش مقريف لانه لو ما نمش بيرجع البيت باب ما بيبقاش مقريف شوي لان الأطفال نوم الظهير عندها كتير من الأطفال أنا بتكلم يعني فيه أطفال طبعا ما بتنامش الضهر بس بس الأطفال غير الكبار كتير قوي من الأطفال النوم الظهيرة ده بيبقى ايه مهم بالنسبة لهم شوي تمام؟ النقطة اللي بعد كده إنكوا لازم تكونوا مقتنعين إن قبول الطفل أو الطفلة للحضانة هيكون بشكل تدريجي مش إنه الله ده هيحب الحضانة عشان إحنا قررنا إن الحضانة دي حلوة وإن هي جميلة وإن تبقى حلوة وجميلة فعلا بس مش لازم يحبها تاني يوم ممكن يخد له وقت يخد له كم يوم يخد له أسبوع أو أسبوعين ثلاث أسابيع شهر فكرة القبول إحنا المهم إن الطفل ما يبقاش كاشش أو ما يبقاش مش عايز يروح أو ما يبقاش بيعيط لما نجيب له سرة الحضانة أو يبتدي يرفض أو بتاه إنما القبول بقى بشكل تدريجي آه طبعا ده أمر منطقي كمان لازم تخلوا بالكوا إن الطفل هينام بدري يعني لازم ينام بدري علشان تنظيم النوم لأنه بقى عنده خلاص بقى عنده ديوتي بقى عنده واجب إنه بيصحى كل يوم لازم يصحى أو مثلا لو بيروح لحضانة ساعة 8 ونص فلازم يصحى مثلا قبلها بساعة خلاص آه بساعة لقل فيصحى 7 ونص فلازم ينام بدري تمام بالنسبة بقى للنقطة بتاعة الغلاسة اللي أنا كنت بكلم فيها مع حضراتكم من شوية غلاسة الطفل بتزيد شوية زي ما قلت لكم في بداية فترة الحضانة وبداية الفترة دي بتكون من أول شهرين إلى أول ثلاث شهور إيه سببها بس عشان تبقوا حضراتكم عارفين الطفل بيكون في الوقت ده في بداية تجربة الحضانة دي خارج ما يعرف بمحيطه الآمن هو عارف إن البيت ده محيطه الآمن خلاص حفظه وحفظنا عارف بيعمل إيه وما بيعملش إيه ولما بيعمل إيه غلط ولما بيزن على إيه بيحصل إيه ولما بيصر على إيه ماما بتوافق على إيه وما بتوافقش على إيه ولما مرة بيرتكب خطأ الناس دول طيبين دول بابا وماما دول مثلا ما بيضربونيش خلاص أو يا دوبك بيزعقوا لي بتعصبوا هو عارف خلاص عمل لنا خريطة خلاص إنما في الحضانة هو بيخاف يعمل أخطاء عشان هو لسه مش عارف رد فعل الناس اللي هناك دول هيكونوا إيه خلاص وهو مش هيبادر مش هيعمل تجربة مع الناس اللي بالنسبة له لسه غرب ها فلما بيرجع البيت يقوم الطفل يعوط فترة الكابت أو بلاش الكابت خلينا نقول الأدب الإجباري هو قاعد من الساعة تمانية ونص مثلا للساعة تلاتة ونص والأربعة مؤدب غصبا عنه مش عارف يروح يمين ولا شمال آه لطيف يا دوبك أقصى حاجة إيه مثلا تحب تاكل نوع الاعتراض يعني أنه مش عايز يأكل مثلا مثلا أو أنه ما يشاركش في لعبة من الألعاب خلاص إنما إيه مش هيروح بقى يروح قلب لوكه الدنيا لا لا خالص تمام فالفترة دي يقابلها على طول بعض الوقت ما بقولش ساعات طويل بعض الوقت هتلاقوا الطفل إيه وكأنه عايز يعني بيفكركم ويفكر نفسه لا على فكرة أنا لسه صغير وأنا الشقي بتاعها زمان أنا اللي بعمل أخطاء ها خلوا بالكم الحكاية دي وتقبلوها وفهموا الطفل إنكم فهمينه إنت ليه بتعمل كده إنت ليه بتعمل الحاجة الوحشة دي إنت كنتش بتعمل كده إنت كنت سبت الموضوع ده ما كنتش بتعمله لا خالص ما تعملوش بس دي حاجة وحشة اللي إنت عملتها دي حاجة وحشة إنكرة متلعبتك حاجة وحشة إن انت بنادي عليك ما تردش علي حاجة وحشة دايماً توصفه التصرف إنه هو اللي وحش مش توصفه الطفل إنه هو اللي وحش خلاص؟ طيب كمان خلوا بالكم من النصائح إن صوت الطفل في البيت صوته حتى لو لسه مش بيتكلم يعني نبرت الصوت بس هتلاقوه في البيت عالي شوي بعد بداية تجربة الحضانة خلاص؟ هيكون الصوت عالي شوي وده مش قلة أدب منه ولا حاجة هو نتيجة إنه هم في فترة الحضانة في الفترة النهارية يعني بتاعت الحضانة دي دايماً في الحضانة بيشجعوهم على التفاعل الجماعي وبصوت عالي يعني يلا نغني كلنا مع بعض فتلاقوا مثلاً فيه أغنية شغالة بيغنوها كلهم مع بعض يلا كلنا مثلاً نقول الكلمة الفلانية يلا ها وتلاقوا حتى المدرسات مش سامعة بتقولوا إيه فتلاقوا إن الأطفال وكأنهم إيه بهم الحضانات كده ومع السن الصغار كده ودي حاجة كويسة بالمناسبة يعني فهتلاقوا مهم أما يرجعوا البيت بقى هتلاقوا لسه صوتهم عالي شوي بياخدوا سنة كده بياخدوا وقت كده على ما يبتدوا يزبطوا بقى التون تاني أه لا الله ده إحنا مش في الحضانة أنا أبعلي صوتي ليه تمام ممكن كمان لما ناخده من الحضانة ما يبقاش عايز يسيب الحضانة على طول الله قد كده بيحبها لا بس وإنتوا مثلا خارجين من الحضانة في منطقة ألعاب مثلا فهو عايز يلعب في الألعاب دي قال له هو مش بيعش لعب لا هو عايز يلعب بالألعاب دي بس في وجود بقى ماما وبابا يمكن عايز يوريك وشطرته بصوا بقى أنا بلعب بالألعاب دي شاطر إزاي أنا بعرف أدخل البيت وأخرج من ناحية تانية أنا بعرف أركب على المرجحة أنا هو عايز يوريه عايز يحس بالسعادة وبالبهجة لأنه اعتاد على الشعور بالسعادة معاكم فبيبقى فكرة أنه هو لما بيشوفكم أنا بقول فيه أطفال كتير بتعمل الحكاية دي خلاص ومش لازم تعملها كل يوم بس إيه فجأة كده وإنتوا خارجين فجأة كده يروح سحبكم الطفل نفسه ويروح عايز يوديكم المكان اللي فيه ألعاب فنقعد نقول ألعاب إيه بقى تاني هو إحنا مش وأنت مش من الصبح بتلعب تقبلوا الموضوع وعودوا معاه شوي هتلاول الموضوع دقايق دقايق بسيط تمام ممكن كمان ما يبقاش عايز يروح على طول يعني ما يبقاش عايز يرجع البيت على طول ودي بنسمعه احنا الفترة البينية تمام يعني أنه هو ممكن يبقى عايز يتمشى شوي يعمل ودي لسه حاجة إنه قالوا إن شاء الله مع الأب فيه كمان على فكرة إنه مش عايز يروح على طول يعني مثلا وإنتوا دخلين بقى عالبيت أو رحين عالبيت يخترع لكم أي حاج يجبط في أي حاج عايز أي حاج هو محاولة من الطفل اللي تجنب فترة التزام جديدة فورا هو عارف إن البيت زي الحضانة هنا التزام وهنا التزام فالهو يعني أشم نفسي شوية بس تمام لازم كمان إحنا في الوقت ده بقى نشجعوا عالبيت نحفزوا على البيت الله ده إحنا فيه لعبة مش عارف إيه ده إحنا ده البرنامج دلوقتي اللي أنت بتحب تتفرج عليه ده الكرتون اللي أنت بتحب تتفرج عليه في تلفزيون ده إحنا مش عارف ده أنا ماما عملت لك إيه حلوة أنا عايز أكلها لك نحفزوا نحسسوا إن البيت فيه حاجات حلوة خلاص ممكن تلقوه فجأة يبقى مش عايز يروح يوم من الأيام كده في الحضانة فجأة كده في هذا الأمر عايز أقول لكم إن تفويت يوم كل كام يوم مش مشكلة خالص في الحضانة في العمر ده تفويت يوم إنه مايروحش كل كام يوم مش مشكلة بلاش تعود وتقوله إيه هو كده مش هيتعلم الالتزام خالص هو متعلم الالتزام وكل حاجة بس كل كام يوم كده مش عايز يروح أو يعني ممكن نسأله تحب ما تروحش النهار ده لما نحس إنه إحنا إنه فعلا مش عايز ومش عايز يلبس وبيتهرب وينقوله يلا عشان نروح لحضانة عشان نلحق بقى الأغاني وبتاع تلاقيه جاي بحاجاته وعايز يفرش اللعب بتاع نستشعر إحنا إنه هو مش عايز يروح هتلاحظوا كمان إنه يبتدي يأكل في البيت أقل خلاص بيأكل في البيت أقل وده نتيجة طبيعية لأنه في معظم الحضانات بيقدموا أكل يعني بيقدموا فطار وغدى وحاجة اسمها سناك كده اللي هي تصبيرة يعني إذا عنده إخوات بلاش تقارنه تجارب إخواته بتجربته يعني أيا كان يعني مش ضروري هو يكرر نفس السلوكيات سواء الإيجابية أو السلبية يعني ما نعودش نقول هو أختك الكبيرة لما كانت في الحضانة وكانتش بتعمل زيك أو أخوك ليه ما عملش إنت ما بتعملش ليه زي أخوك بلاش البقارن